أول ما أجينا كنا عايشين ببيوتنا وبلدنا مترفين كتير خير بلدنا كان كتير من مي من كهرباء من خير كله كان متوفر كتير كتير يعني كان ولادي لمدرستون لدراستون لجوزة لشغلوا لعملوا تأذبت هالحالي وقت نزحنا لهون تغير علينا الوضع كتير يعني بالغصب لتأقلمنا عهيك جو أول شي الكهرباء كتير كتير قليلي والمي كذلك الأمر كتير قليلي يا دوب عم نمشي حالنا نحنا وصاحبين البيت بالمي يعني عم نتقاسم لكل عيلي شوي من تجاه المي مدرست الولاد إلى أن سنتين رحت عليهم سنتين دراسي هلأ هاي السنة حطيتهم بالمدرسة ويمكن ما يعترف عليهم بالدراسة يعني ما يعترف عليهم هاي السنة أنا جوزة معتقل إلي السنة وثلاثة شهر ما بعرف وينه طيب ميت ما بعرف وعنده ثلاثة والأربع أولاد كبير عمره تسع سنين بالنسبة للمعيشة صعبة وخص هون لبنان كتير كتير المعيشة صعبة وما إلي حدا يعني هون أنا من كل شي صعب هون من كل شي استقبلونا لبنانية ببيوتهم صحي وعملوا معانا معروف كتير كبير بس قد من كان مومة الواحد ما كان ببلده أول شي بتمنى أني اسمع خبر عن جوزة بس مشانة ومشان ولاده أعرف هو إذا طيب ولا ميت هذا الشي الوحيد اللي بتمنى لأنه إذا أعرفت وين هو يجوزة ساعتها ما رح يجل عندي وما رح يخليني نقصه شي وبتمنى أنه إليك الله يفرج علينا ونرجع لبيوتنا ثانين بس أهم شي عندي إني أعرف وين هو يجوزة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر